نقش وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف لدى استقباله الأربعاء من قبل رئيس دولة مالي ورئيسي المرحلة الانتقالية العقيد عاصمي غويتا في باماكو أفق التجاوز الصعوبات التي تعترض حالياً مصار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مصاري جزائر إلى جنب سبو لتفعيل أطر التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة وتوسع رقعة الجريمة الدولية المنظمة في جوارهما المشترك بيان للخارجية الجزائرية أشار إلى أن عطاف سلم غويتا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الخالصة وتأكده على الأهمية الخاصة التي يوليها شخصياً لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الجهود الرامية لاستعادة جمهورية مال الشقيقة أمنها واستقرارها بصفة مستدمة وستدامة موسيقى 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 موسيقى